مجدداً ومن جبهة الجولان السوري المحتل تنفذ إسرائيل عدوانها الجديد على سوريا مستهدفة بعدد من الصواريخ مواقع في ريف العاصمة السورية دمشق مصدر عسكري سوري أفاد بتصدي الدفاعات الجوية بعد منتصف ليل السبت لصواريخ العدوان التي طالت عدة نقاط في البنطقة الجنوبية حيث أسقطت بعضها المصدر أشار إلى أن العدوان أسفر عن إصابة عسكرياً بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية هذا ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يصاعد من وطيرة اعتداءاته على سوريا مستهدفاً مواقع عسكرية وأخرى مدنية منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة يولا حسين تلفزيون فلسطين دمشق